زوجة قصية جداً الرحمة نزعت من قلبها استغلت غياب جوزها وضربت أمه وطردتها من بيتها ولما اعترضت الأم وقالت لها دا بيت ابني ردت عليها بمنتهى قلة الأدب وقالت لها دا بيتي أنا وقامت عاملة فيها حاجة مفيش حد عنده قلبي يقدر يعملها وعشان الموقف ده كان آسي جداً وصدم في نفس الوقت الفيديو بتاع الأم انتشر على موقع التواصل الاجتماعي وكل الناس تعطفوا معاها لأن اللي حصل في الفيديو دا مستحيل تصدقوه وخصوصاً لما تعرفوا ان الزوجة رامت كل حاجات حامتها في مدخل العمارة وفضت قاعدة على السلم مع أمها علشان يطردوا حامتها اللي ظهرت مصدومة في الفيديو اللي صورته كاميرات العمارة وراحت الأم قاعدة على السلم وعملت كلم الزوجة وتترجى فيها علشان ترجعها البيت وفجأة قامت الزوجة عليها وضربتها كزا ألم على وشها وبعدين اتدخلت أم الزوجة علشان تحوش واللي بالمناسبة كتماسك عيل صغير في إيدها وعملت حوش بي المهم الزوجة ما كفهاش إنها تضربها على وشها دي جابت خشبة كبيرة من خشب السرير وضربت حامتها بيها على دمخة ولما الخشبة وقعت من إيديها قامت قلع الشبشب ونزلته على دمخة وفضلت تضربها لحد ما دخل عليهم راجل من الشارع علشان يحوشهم وبعد الفيديو ما خلص تفعل عدد كبير من الناس عليه وكانوا مظلومين من اللي شافوه وحجموا الزوجة جدا وفي ناس تانية قالوا إن ممكن تكون الستة الكبيرة هي اللي طردتهم مش العكس ولحد دلوقتي ما حدش يعرف الحقيقة فين وقبل ما تخلص حلقتنا مستنيين نعرف رأيكم في اللي انت شفتوه وما تنسوش أعمل لايك وشير للفيديو واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجأات أكتر في مباشر من مصر اشتركوا في القناة